اهلا بكم اليوم جيتكم بوصفة كسرة الخسيس ولا كان يقولوا لها كسرة الخسيس بسم الله نحتاجوا سميد ثلاثة كيلة سميد نحتاجوا كيلة مش معامرة فارينة نخلطها نخلطهم مع بعضهم نضيف الملح هنا اذا كيلتي عينك ميزينك تعرفي اسكو خمسة خبزات ولا اكثر ولا ربعة ولا ثلاثة ملح 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 صغيرة ملح نجيبو اخمارة كسرة نديرو مغرفة كبيرة معامرة اخمارة كسرة وشوية نضيفو لها زيت هنا زيت حطي زيت بشوية ودخلي وخلطي كلش اللي تحس يسميد تاكت بس بس يسوي يصير خلاه بما يتفتش لك في الطاجين ومتخلي هاش ناقصة بسس بعد ما تخلطي المكونات مع بعضهم ويتجانس الزيت مع الملح يتجانس كلش مع بعض نجيبو مع دافي نصبو بشوية ونخلطو ننتخصل على عجينة متماسكة بدأت الابترا نضيفها في البترا ويجبو مع البترا ونعجنيها بيدك ونعجنيها مليح بعد ما تعجنيها مليح من المستحس ناقص بلاستيكي تكفرها وتجعلها ترتاح مدهة عشر دقائق هنا تكوني حاطيتي طاجين تاعك تاع الحديد ولا طاجين طين يسخن كي يسخن طاجين تاعك تقرصي الكسرة تاعك وتحطيها عطيب وما بقى لي غير نقول لكم بونا بيتين ان شاء الله تستفادوا معنا في حلقات قادمة في وصفات متنوعة اشتركوا في القناة